إذن في جلسة قال عنها عراقيون فيها من الأكشن الكثير هذا الأكشن السياسي خلال هذا الانعقاد اختار البرلمان العراقي رئيسا له ونائبين للرئيس محمد الحلبوسي جدد له رئيسا لدورة ثانية كما احتفظت كتلتات تيار الصدري والديمقراطي الكردستاني بمركزي النائب الرئيس استعراضات سياسية مثيرة طبعت اليوم في الاجتماع البرلماني في انعقاد البرلمان نواب الكتلة الصدرية حضروا إلى مبنى البرلمان مرتدين الكفن في حين نقل موكب من عربات التوك توك نواب كتلة من أجل الشعب اكتمل الحضور ردد النواب القسم الدستوري أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فأقدم تحالف الإطار التنسيقي قدم قائمة تضم ثمانية وثمانين توقيعا على أنه الكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة نواب الكتلة الصدرية اقتحموا منصة رئاسة المجلس مانعين رئيس السن محمود المشهداني من إعلان الكتلة الأكبر مشاجرات فاشتباكات بالأيدي انتهت بوعكة صحية ألمت بالمشهداني فنقل على إثرها إلى المستشفى خلت منصة الرئاسة من رئيس السن اعتذر البديل عن تولي مسؤولية إدارة الجلسة إلا أن رئيس السن الثالث وافق قبل أن ينسحب نواب الإطار التنسيقي محللون أشاروا إلى أن الطريق يبدو سالكا أمام التيار الصدري لتجميع تحالف برلماني سلس مع قوى سنية وأخرى كردية خصوصا إذا نجح هذا التحالف بضمن نواب مستقلين أيضا وأكدوا بأن هذا قد يدفع إلى الدخول في عصر سياسي جديد تتحد فيه قوى مناوئة تضم فصائل مسلحة لتتولى معسكر المعارضة